عادت الحياة لتسري في عروق بلدة بشري شمال لبنان الحرب على كورونا شارفت على نهايتها فسارع الأهالي لرمي أسلحتهم وخلع كماماتهم رغم التحذيرات المتكررة رفع العزل عن عاصمة القضاء بعد أن فرضه الأهالي على أنفسهم كان عزل تام أول بلد في لبنان مدينة بشري بتعمل هذا الشي وهذا الشي اللي ساعدنا أنه نقدر نسيطر على الفيروس نحن اليوم بتعرف قضاء بشري حسب تقارير وزارة الصحة صرنا صفر حالات قدرنا سيطرنا عليه الطبيب يوسف طوق كان أول من أجرى فحص البي سي آر في بشري حينها لم يعاني من الأعراض ولكنه أجره تحسباً كطبيب يعمل في قسم الطوارئ عاد للعمل بعد كرابة شهرين من الحجر وأعراضه اقتصرت على حرارة استمرت لثلاثة أيام بشري صار فيه عشر حالات عجزة فأت منين سنة وعندهم أمراض كتير قلب ورواية ومرأت علينا كورونا مرور الكرام يمكن هذا الشي هيدا فخلى الناس تفكر أنه مرض الكورونا هو مرض كتير خفيف وبفعل الفيروس جاي على لبنان ما بعرف إذا هذا غير نوع الفيروس أو أنه من مناعتنا كتير خفيف هذا المستشفى الذي بدأ بناؤه قبل أربعين عاماً بقي مغلقاً حلم افتتاحه حققه كبوس كورونا الذي حل على البلدة اليوم بات خالياً بعد أن عاد جميع المرضى إلى منازلهم افتتح خصيصاً لعزل المصابين وأغلق مجدداً مع اندثار الوباء الخلية يعني مجرد ما نقاطنا أول مفتحين بوزيتيف صارت تلاحق والمحيط تعمل تراكينج وتلاحق بمين احتكه وآخر مرة مين شايفه صرنا نلحق وبدأ جاء بنفس الوقت اجينا بسيارات ببلاش هذا كمان ساعدنا أنه نعزز الخطة طبعنا وفيما أعلنت وزارة الصحة عن الشفاء الزمني لبشري إلا أن خلية الأزمة تؤكد أن حالات قليلة جداً لا تزال بانتظار إعلان شفائها المخبري تطيب شري صفحتها الأخيرة مع كورونا وتستعد لبدء موسمها الصيفي والسجراءات دقيقة تتخذها البلدية لاستقبال السياح غنو يتيم الحدر بشري